بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا أعزائي الطلبة في الجزء السابق من محاضراتنا اللي متعلق من الأسس المبادئ الأساسية للحركة بالـ Interrupted Facilities بالحقيقة إذا تذكرون من المحاضرات السابقة قسمنا توافق لنوعين نوع انتربتد ونوع انتربتد والانتربتد إذا تذكرون هو الطرق المفتوحة بشكل دائم بدون ما يكون شيء يعيق الحركة بها وهذه الـ Facilities حقيقة على عدة أنواع موجودة على عدة أنواع النوع الأول بشكل واضح هو الـ Freeway الطرق السريعة دائما تقاطحات إذا تذكرون ما يوجد أي انتربشن أو الـ Interchange فبالتالي هي مفتوحة للحركة بشكل مستمر طول الوقت وماكو عقالية بالحقيقة هناك نوعين آخرين على رغم أنه وجود تقاطعات يعني بمستوى واحد لكن ممكن تصنيفها هي كـ الأولى هي الملتيلين هايوي وشريطة شلو الشرط أنه البعد بين هذا اللي يسوينا الـ Interruption الـ Facilities يكون البعد ميناتهم أكثر من 2 ميل فبالتالي الملتيلين هايوي هي الطرق الذهاب وإيابة بها كل اتجاه بها أكثر من 2 أو 3 وبالتالي المجموع الكل يكون من 4 إلى 6 بالعادة ويكون البعد بين Interruption وInterruption أكثر من 2 ميل ومن يكون الملتيلين هايوي بهذه المواصفات ممكن نسمي أن Interrupted Flow نوصف الحركة المرورية بها أنه نكون غير معاقب كذلك الـ Rural Two-Lane Highway نذكر Two-Lane Two-Way Highway اللي هو وعلى الـ Lane للذهب وعلى الـ Lane للإيابة أيضا هذا من البعد بين الـ Fixed Operation ويسببنا الـ Interruption تكون تقاطئات وشكبوينت أي شيء من هذا القبيل إذا كان البعد ميناتها أكثر من 2 ميل الحركة ضمن هذا المقطع ممكن تكون أن Interrupted إذن الـ Freeway ومالتيلين هايوي وغلى الـ Two-Lane Two-Way كلهن ممكن تكون بيهن الحركة غير معاقب بالحقيقة حتى نبدأ بعملية التحليل ونختار عدد اللينات أو مستوى الخدمة خدمة التحليل يعني أن يجب عليك ما تكون هناك من الـ High-Way Capacity Manual حقيقة يزور من سنة الخمسين نحددنا خمس الزعرات بيه آخر الزعر كان 2010 اللي هو الجزء الخامس يدعى هاي القباس منه 2010 يوضح لنا كل المبادع كل الأسس طرق القياس هذه المعايير اللي راح نتعلمها واحدة بعد آخر خلننبدي بشكل أولي بشكل سريع أولا خلنعرف الكباسيتي لأنه حقيقة كهو عدة مبادئ عدة كونسبت لازم نفتهمها حتى بالتالي منطلق العملية التصميم والتحليل لنكون فاهمية وفق هذه المبادئ أول مبدأ كونسبت مالت الكباسيتي إذا نتذكر او يعني احنا ماخنين تعريف سابقا والهاي كباسيتي ما نعرف منها إنه الكباسيتي لأي واسطة نقل هي عبارة عن المكسيمم أول للريد أكبر حجوم مرورية معدل حجوم مرورية اللي تمر هي عبارة عن شنو هذا يجب أما أشخاص وأما مركبات اللي بشكل معقول تقدر تعبرنه من نقطة معينة أو مقطع منتظم للين معين أو لطريق معين خلال فترة معينة تحت ظروف سائدة وهذا ظروف السائدة تكون يعني نحن نبدأ هذا التعريب نأخذ جزء جزء حتى نستوعب الأفكار مالتا رقم واحد أشار للتعريب إنه أكو كونسبت مالتا يحكينا على الكباسيتي على مكسيمم أولي ريت وإحنا نتذكر إذا تذكرون إحنا قلنا الحجوم المرورية على رغم من يجن عندنا خلال السنة حجوم تتغير خلال السنة خلال الشهر تتغير خلال الأسبوع تتغير خلال اليوم الواحد تتغير لأن بها أوقات الظروة وأوقات خلال اليوم الواحد وأوقات لا تكون خارج أوقات الظروة من ثم من ساعة الضروة من ساعة الضروة من ساعة الضروة هذه الضروة خلالها لازم نقسمها خلال الساعة وحدها من نقدر نأخذ الحجم كلها يمكن وضحناها بما هذا فنأخذ كل ريت وفلو لكل 15 ومن عندنا نطلع المكسيمم ريت اللي يمر خلال هذه ساعة الضروة هذا لنؤتمد عليه بعملية التصميم والتحليل حتى نضمن كفاءة عالية للفاسيليتي بالتنا أيضا التعريف هو فالإشارة أنه تيرسون عن فياكو الظاهر بالفترات الأخيرة تضحنا أنه صحيح المركبات مهمة وهي التي تحددنا جودة الخدمة التي نقدمها لكن في بعض الأحيان البديستيريين أو السابلة أو المستخدمين الأشخاص يكونون هم المعيار الأساسي وبالتالي بعض الفاسيليتيز تحددها بشكل رئيسي تحدد ساعتها الأشخاص وممكن المركبات أيضا أيضا اتطرق التعريف التعريف ما يعرف بالـ و بالـ نقسم ثلاثة نقسم ثلاثة نقسم ثلاثة نقسم ثلاثة نقسم ثلاثة الوضع الطبيعي المتكرر بشكل عالي وماذا تحدد الـ نسبة الـ وماذا تحدد الـ وماذا تحدد الـ الخدمة بالحالة السائدة كذلك وصف الـ أيضا نقسم ثلاثة نقسم ثلاثة كالكارستر 6 إذا أردت عرض الليل إذا أردت عدد اللينات إذا أردت الشودارات موجودة أو غير موجودة إذا أردت على أرصفة موجودة أو موجودة إذا أردت قيمة free flow speed إن شاء الله نأخذها بتفصيل أكثر وهذا ما نسميه Geometric Condition الأشياء العينية الفيزيائية التي تحددنا شكل الطريق والتصميم الهندسي كذلك Controlling Condition نوصف بها بعض traffic control device مثلا traffic light لأن هذا ضمن وقت معين هو يحدد لي الحركة وهكذا شنو عندي إشارات شنو عندي صفات تعمل على السيطرة على الحركة المرورية المهم من هذه يعني النقطة منه الconcept هذا يحدد لي إذا تغير أي شيء من هذا الconcept إذن انتقلنا إلى ساعة أخرى فبالتالي لازم نتخذ إجراء آخر سوف نشوفه ما هو الإجراء الآخر مثلا على سبيل المثال أنا سأحضر المثال هنا إذا عندي طريق مالتي كله كله ثلاث لينات لكن في جزء من عنده بعد الكيلو مثلا خنقول مية العرض لينات على رغم أنه ثلاثة كله ثلاثة لينات لكن العرض ينتقل من قيمة إلى قيمة أخرى فبالتالي ما أقدر أقول أكو كباستي وحدة لهذا الطريق كله عندي فدمو كانت غيرت بيلي فصار عرض اللين يختلف فبالتالي سوف نعمل سيجمنت Uniform Segment صار واحد واثنين بعض مسافة أخرى مثلا سوف نشوف مثلا قرب العوارض عن الطريق مثلا العمدة الإنارة مرة تبتعد على بعد متر مرة تبتعد على بعد متر صار اختلاف بالcondition إذن السيجمنت اللي بيه العرض على بعد متر يفرق عن السيجمنت اللي بيه عمدة الإنارة على بعد مترين إذن أي تغيير نقطة الفاصلة وضحناها التعريف أنه أي تغيير سوف نعمل سيجمنتات مختلفة وحللها بشكل مختلف وكل واحد سوف أطلع إلى مستوى على حدة حتى ميزة ما نقصد بال نقطة كل مهمة ما نقصدها بالكباستي مرة الأخوة قلنا أكبر عدد من المركبات أو الأشخاص اللي يغمرون من نقطة معينة خلال وقت معين اللي نقصده أنه بشكل معقول متوقع بشكل معقول ليس بالحالات النادرة يعني لا نتحدث عن الحالات النادرة لأن ممكن حالات النادرة تقودنا إلى تحاليل أو تصاميم غير دقيقة وغير معقولة اللي يش نحن ناخد جمع المعلومات ناخده بشكل نسمي Stochastic اللي هو يكون عشوائي Stochastic يكون بشكل عشوائي بالتالي ما نقدر نضمن الرقم بشكل كلش دقيق وبالتالي الرقام اللي نستخلص من عندهم الكباستي لجب أن تكون الحالات الشائعة الحالات اللي ممكن أن نشوفها بشكل دائمي دائمي أيضاً من المهم أنه من نحسب الكباسة لا نتحدث عن فد نقطة معينة ونأخذ هذه النقطة ونأخذ أعلى قيمة موجودة تمر لازم بشكل منتظم نلاحظ هذه النقطة يعني نحن قلنا بسيجمينت ناخذه ونأخذ على فد مكان مكان اللي هو أعلى ساعة يطلع لها أو أروح على مكان اللي يطلع لها أقل ساعة حالتين خطأ أخذ على فد مكان بحيث يكون الرصد بشكل بشكل منتظر نقدر نرصد هذا العدد نأخذ الحالة مرة الأخوة تعريف للحالة السائدة طبعاً من نجيب الكباستي لدينا طرق مشروحة على سبيل المثال لكن بشكل أول يطيني مؤشرات عامة الهاي كبار كبايسيك كقيم بايسيك ومن ثم نبدأ هاي القيم نقللها أو نزودها نتيجة التغيير الـ على سبيل المثال هنا ستجد ولأنا سبعة واحد لو نباوع مثلاً بالفريوي ويتعتمد قيمة الكباسة على الفريفلوس بيت إذا تذكرون هي السرعة أن نمشي بيها من يكون الحجوم المرورية أقل من ألف فبالتالي لو كانت هاي الفريفلوس بيت على سبيل المثال ستين فإحنا نتوقع اللين الواحد يقدر تمر بـ ألفين وثلاثمائة مركبة بالساعة لكل لين نشوف كل ما تقل الفريفلوس بيت لأن الفريفلوس بيت تأثر عليها الجومترك الطريق مالتي نشوف كل ما تقل نشوف الكباسة تقل أيضاً من ننتقل من الفريوي للملتلين أيضاً الأرقام تقل الساعة تقل وكذلك من ننتقل للتولين هايوي طبعاً لكل اتجاه الاتجاهين 3200 لكل اتجاه ألف وثلاثمائة نشوف الرقم أيضاً قل يعني التوقع الناس للحركة يؤثر كثيراً على طبعاً كثير من الفاكترات منها ما هي التوقع أنا من أمشي بـ أكيد التوقعات تكون عالية فبالتالي الساعة تكون أعلى من أمشي بـ وكذلك من التولين أو مستقل اكثر أيضاً كونسبت لاخدنا اللي بلو بسرس صحيح الكباسيتي كلش مهمة ماكو اختلاف على هذا الموضوع لكن لو نريدنا نصمم على الكباسيتي والكباسيي نذكر هي الحافة التي بعدها أي انتربشن بسيط أو أي مماحكة بسيطة عفواً تسبب لنا أن ننتقل من الـ لـ الكباسيتي كأنه نمشي بدون يعني نسميها نسميها كأنه سعرات تمشي المسافات تكون محددة أي مماحكة ممكن تسبب لنا ردات فعل وسبب منها تأخير فحقيقة التصميم والتحليل عليها بهذه الحافة شوية صعبة فلذلك سوى الـ كثير من الـ تبعت هذا المبدأ سوى تنفذ مبدأ له الـ وفد مقياس متكون من الـ 6 درجات يوصف أنه مستوى الخدمة أكيد المستوى A هو الأعلى مستوى F هو الأسوأ وإذا جئنا للتعريف مالتا مقياس جودة يوصف أنه حالة التشغيل للـ بشكل عام وعادة بمقاييس يعني شو نقول هذا مستوى الجودة على أي هذا مقياس أو فد مؤشر مثل هاي المؤشرات السرعة الحرية للمناورة Freedom to maneuver والـ على سبيل المثال كل ما السرعة اللي نقدر نمشي بها أعلى أكيد مستوى الخدمة أعلى كل ما ترابل تايم أعلى معناته مستوى الخدمة أقل لنعصر فوقت أكثر وهكذا إذن هي مؤشرات راح أخليها أتعبر لي على وتوصف لي مستوى الأداء لهذا الفاصلتي حقيقة كل نوع فاصلتي هذا الجدول قدامنا عندنا بمقياس هذا الجدول موجود بالـ بمقياس ما هو الفاصل مثلا على سبيل المثال مثلا على سبيل المثال المقياس الجودة أو اللي يحددينها مستوى الخدمة هو الـ مثلا ممر مع وكذلك 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 مثلا الـ الـ مجسرات وكذلك وكذلك هناك مقياس قدمة لكل فاصلتي ومن يكون قيمة محددة حددنا إذا كان قيمتها إلى مستوى الخدمة هذا يوصف لنا مستوى الخدمة أيضا عندنا وصف آخر لمستوى يعني نحتاجة نوصف بمستوى الخدمة عندنا في الشيء نسميه Surface Flow Weight و Surface Volume شنو تعريف Surface Flow حقيقة احنا مثل ما قلنا إذا تذكرون قلنا قلنا مستوى الخدمة هو من A للF أوكي عندنا لكل مستوى خدمة إذا Surface Flow مستوى الحجوم المرورية ده تجي أكبر قيمة بحيث بعدها إذا زاد ننتقل إلى مستوى خدمة آخر هذا نسميه Maximal rate of flow نسميه Surface Flow هذا مستوى الخدمة وهذا نكون مستوى الخدمة يعني reasonably expected على lane أو roadway يعني على سبيل المثال مستوى الخدمة A Code Surface Floor مثلا خنقول على سبيل المثال إذا جاءنا الحد 1200 عاني بالمستوى A بس يزود 1201 انتقلت من المستوى الخدمة A إلى المستوى الخدمة B وهكذا من 1200 انزل مثلا خنقول للألف يعني بعدني بمستوى الخدمة B متى ما انتقلت من الألف لتسعمية وتسعة وتسعين انتقلت أنا للمستوى الخدمة C فنشوف على رأس كل يعني بداية المستوى الخدمة مستوى الخدمة يعني الحجوم المرورية للخدمة هذه وين عربية وبالحقيقة عدنا خمسة مو ستة مستوى الخدمة لماذا؟ لأن مستوى الخدمة Unstable الحركة بي تكون Unstable فبالتالي ما نقبل بي فلذلك عدنا بس خمس مستوى الخدمة مرتلخ هو مستوى الخدمة يجب أن نبتل ستقلت ويستوى خمسة محسب وضع من الأفضل على افضل المستوى الخدمة ومثل ما عندنا يبيعك مستوى الخدمة أو الحجوم المرورية التي تأتينا في خدمة الأفضل ما نعرف علينا وسط مستوى الخدمة ساعة نفس المبدأ القليل. بالفوليوم يجيني خلال ساعة. السيرفيس بلو أخذ أعلى وحدة من الربع ساعات العربعة إذا ما أخذاني ربع ربع ساعة. ممكن طبعا هذا المبدأ سموه إلا ربع ساعة. أنا قلنا ممكن عشر دقائق عشر دقائق خمس ساعة. ولكن هذا المبدأ يعتمد عليه بشكل عام الناس بالهايوي إيجينسيز تأخذوا ربع ساعة ربع ساعة إلى حد كبير. فبالتالي السيرفيس بوليوم هو عبارة عن السيرفيس بلو مضروب بالبيك أور فاكتر. ومن نفس المبدأ القديم اللي تعلمناه واللي نحسبه به. المبدأ الآخر اللي المهم حتى نحدد مستوى الأداء للفاصيلتي زمالتنا. وهو الـ V-C اللي هي نسبة الفوليوم إلى الكاباسيتي. واضح فإن قياس كل شيء مهم. ليش؟ لأن رح نشوف شقد نسبة الفوليوم الجاني إلى السعة لهذه الفاصيلتي. حقيقة أعلى قيمة إلى ممكن واحد إذا كان الحركة المرورية استيبل بالضبط يصيد المرور الدعا يجيب بالضبط تقدل السعة فالنسبة تكون واحد. ويفضل يكون تحت الواحد بمعنى لأن الحمل المروري الجاني أقل من السعة. فكل ما بتعد عن الواحد أقل كنسبة بالبوينتات هو أفضل ويطيني مستويات خدمة أعلى. يعني اتجه من الـ E وانما اتجه باتجاه الأي كل ما الرقم قل. من المهم يعني واضح أنه هذا النسبة كل شيء طيني مؤشر. مثلا مثلا ما أنا قلت كل ما النسبة قلت رح يطيني وصف المستوى الخدمة الأقدمة. كل ما كان الرقم كل شيء قليل هذا بالبوينتات كل ما مستوى الخدمة عالي. لكن السهنانة يا سعة لحسبها ويا فوليوم حسبها. من المهم جدا أنه أنا أراعي أنه أنا أخذ الـ Demand. لأن الـ Demand رح يوصف لي حجم المروري المطلوب. وقلنا الـ Demand لننسى. والحجم المروري الدعي مرح حاليا. زائدا حجم المروري اللي ما طلع الناس اللي ما سوت رحلات لأن تدرئك الزحام في هذا الوقت الـ Peak. والناس اللي غيرت اتجاهها. لذلك إذا كنا نكون نجمعنا ذني مثل الـ Demand حتى أنا أحلل بشكل عالي. أكيد الـ View Over C ما ممكن الحجم المروري اللي يمر يصير أكبر من السعر. وإذا صار يعني كأنه مثل ما نقول أكو عندي وعاه. هو يأخذ أربع غالونات أو أربع لترات. ما ممكن أخلي بيه خمس لترات. ما ممكن أجيب حجوم تقبل أكثر من الـ Capacity. لكن لو فرضنا صار عندي أعلى. فأنا عندي احتمالي. احتمال الأول. أنه أنا عملية الحساب مالتي 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 غوليوم مو صحيحة المرة. إذا تمر بالشارع. مو صحيحة. فأنا حاسبها بشكل خطأ. صار خطأ بالأرقام. فالتالي طفر عندي الرقام. وممكن لا أنه الـ Capacity ما محسوبة بشكل دقيق. وبالتالي هي أقل من القيمة الفعلية. هي Under estimated. طريقة حساب يعني ما يخفى علينا. طريقة حساب الـ Capacity حقيقة أكو طرق موجودة. يعني مثل ما قلنا أكو قيم هاي اللي شفناها بجدول قبل شوية. وتبدي نبدي نعدلها بموجب ظروب. إن شاء الله ناقضها بالمحاضرة القادمة. فبالتالي إحنا كود ندقق. إحنا بهذا الاتجاه لو بهذا. يعني نشاردنا خطأ بالـ Volume لو خطأ بالـ Capacity. أيضا من المهم جدا أنه إحنا من ناخد الـ Demand. نصرف على الـ Demand الحقيقي. والـ Demand الحقيقي اليوم. نقدر نسقطها. نريد نشوف مشكلة السرعة لدينا بالأيام الجاية. لا يوجد مشكلة. الحمل المروري الموجودة. نتنبأ بالـ Forecasting. نتنبأ بالـ ماذا سيحدث بعد سنة؟ ماذا سيحدث بعد سنتين؟ ماذا سيحدث بعد ثلاث سنوات؟ وبالتالي قيمة V-overseed. نتنبأ بالـ Capacity ثابتة إلى حد كبير. الـ Volume يبدأ يزيد عادة. لأن عادة عدد المركبات في البلد يزيد الرحلات. يصير عندي بنيان أو تعمير باتجاه معين. فبالتالي الشارع هذا يصير عليه زخم أكثر. فعادة الـ Volume يزيد. فأنا سأراقبه. وأشوف أخمّن نياسنا سيوصل للحافات التي يصل إلى أن يوصل قيمة الصهير واحد. وبالتالي قبلها أتنبأ وأبدأ أفتح طرق جديدة أغير الحجوم المرورية بصيغة وبيغرة تجاهها على تجاه آخر. أتنبأ إجراء يصير عندي بالمستقبل. وهذه فالنقطة كل مهمة راعيها. من المهم جداً يعني هذه قضية التحرق أي أن الأشخاص يعني نقول ما نسمح بالساعة تزيد عن هذا القيم عن الواحد. وأيضاً القضية أهم كنت نأخذها من جانب آخر. دورات لأن تبدأ الزحامات تتكرر. تبدأ الناس تغير اتجاه هذا. بالحقيقة حسابات الـ Volume والـ Capacity dynamic متغيرة. لأن الناس تغير تعرف أنه في هذا الوقت لأنه يصبح نعرف هذا الشارع في الزحام فنغير اتجاهنا. فبالتالي الدماغ ممكن هم يتغير الباطل. فالحل الأمثل هو المراقبة الدعمة. صحيح أنا أخمن وأتنبأ إش رح يصير. لكن المراقبة الدعمة هم ضرورية حتى لا أسوي بعض الإجراءات ويكون إجراءاتي مفعالة. وهذه ديداً يعني هذا ديداً لمؤسسات اللي حقيقة تحترم المهنة مالتها. تراعي جمع الأرقام بشكل دوري وبالتالي رح تكون تخميناتها دقيقة وتقدر تقدم خنوات أكثر جودة. شكراً جزيزاً وننتقيكم في مخاطرات قادمة.